على هامش الدورة الحارية والأربعين لاجتماع لجنة التراث العالمي والمنعقدة في بولندا عقد المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث في اقتصاديات ثقافة حلقة نقاش حول التراث العالمي وتنمية الاقتصادية بعنوان تجديد المناطق الحضارية في المدن التاريخية بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة مجلس إدارات المركز الإقليمي والسيد فرانشيسكو باندارينا المدير العام بالمساعد للشؤون الثقافية بمنظمة اليونيسكو وعدد من المتخصصين في مجالات ثقافة والتراث وفي بداية اللقاء ألقت معالي الشيخ مي الخليفة كلمة افتتاحية أشارت فيها إلى مبادرة الاستثمار الثقافية وأهمية تكريس هذه المبادرة لخدمة المشاريع الثقافية وتكثيف الجهود الدولية لحماية الإرث الإلساني والحضاري لمختلف دول العالم كما أشارت معاليها إلى ضرورة الاهتمام بمواقع تراث الإنساني المعرض للخطر قبل أن تطاله يد التخريب والدمار وأبحثت حلقة النقاش موضوعات أساسية من أبرزها ما قدمته هيئة البحرين للثقافة والأثار من دراسة بعنوان التحديات والفرص للتأهيل الحضاري على مشروع طريق اللؤلؤ شهادة على اقتصاد الجزيرة وهي ثاني موقع بمملكة البحرين يتم تسجيله في قائمة تراث الإنسان العالمي لعام 2012 العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر